طيب هنا برضو عايزة أرجع أسألكم عن يعني التحكيم والناس لما بيبقوا عارفين أن أنتم مصر اللي هي أقوى حاجة في العالم بيبقوا منصفين معاكم وبيبقوا دعامين ولا أحيانا برضو ممكن يبقى فيه ظلم زي بقيت الألعاب الثانية ومنسمع أنا شايف أن لما العيب متميز في ميزانه الحكام بتبقى مركزة أنه هو يحسبوله الضربة المزبوطة بالضبط فلازم يكون ضربة سليمة 100% عشان تتحسب يعني بشوفها أنها ميزة وعيب الحكام عارفين اللعب بس لازم يلعب ضربات سليمة 100% عشان تتحسب آه يعني ممكن مثلا حد تاني يجملوه يعني تقصد أو يعني ساعات آه ساعات فاللي هو المتميز ده بيدفع تمن تمييزه طول الوقت بالانتباه يعني بالزبط إيه أصعب موقف قبلك في آخر في البحر المتوسط أو اللي قبلها اللي كنت في أمريكا إيه موقف صعب قبلك هو ممكن النهائي كان في دورة عبا حانتوسط اللي خسرته ممكن عشان ضغط الجمهور هي الصلاة صغيرة والجمهور قريب قوي من الملعب فالموضوع صعب والجمهور طبعا أثر بشكل كبير يعني علي وعلى كان جمهور إيه أمريكا جمهور الجزائر في الجزائر آه في دورة عبا حانتوسط آه يعني كان الموضوع صعب من انتباهها كالجمهور أكيد بياخد من انتباهها لأن الجمهور قريب قوي في الكاراتي يعني قريب قوي الصلاة كانت صغيرة في الجمهور قريب قوي من الملعب فطبعا بيأثر عليها وبيأثر على المنافس وبيأثر على الحكام فالأجواء عمتا كانت صعبة أكيد عليها وعلى زماني كلهم لكن عدتها لا وللأسف خسرت النهائي بس الحمد لله ربنا كرم في أمريكا آه إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر